التغيرات الأخيرة في الإطار القانوني والمؤسساتي في بولندا تهدد حقوق الإنسان وتقوض سيادة القانون هذا ما جاء على لسان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الذي انتقد وبشكل حاد الحكومة البولندية مطالبا إياها بتغيير مسارها بهذا الشأن وأجراء إصلاحات وقال أن أقول أن المحكمة الدستورية تشكل تهديدا خطيرا للغاية وأعتقد أنها حالة فريدة من نوعها لم أصادف مثلها من قبل في أماكن أخرى في أوروبا حيث أن هناك عناصر أساسية في توازن القوى وفي تشريعات حقوق الإنسان هي مشلولة تماما بسبب الحكومة لذلك أنا أعتبر هذا الأمر خطير نيلز موزينيكس كان قد دعا الحكومة البولندية إلى المتابعة بموضوع المحكمة الدستورية فهو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وقال في الوقت الراهن الأهم هو تنفيذ الأحكام الصدر عن المحكمة الدستورية وتنفيذ توصيات مجلس خبراء أوروبا والعمل معهم في التوصل إلى قانون جيد للخدمة العامة وكذلك الاستماع إلى أصوات حقوق الإنسان عند اعتماد تشريعات جديدة الحكومة البولندية من جهتها نددت بالتصريحات المسؤول وأشارت إلى أن التقرير يفتقر إلى التوازن ويعرض الأمور بانتقائية شكرا شكرا